في سنة 2011 و 2012 في متقاطع محي الدين أبو العز مع الشارع التحرير غالبا أو مع شارع نادي الصير غالبا مع يعني كان فيه فارع الستي بانك قدام HSBC وأنا كنت من المتعاملين مع الفارع بتاع ساتي بانك ده وفي يوم لقيت الدنيا خربانة ومقلوبة والفارع بتاع ساتي بانك ميشي ولقيت الإعمارة كلها يعني أكتر من عشرة دوار يمكن كلها بتتفور وناس شغالين وصناعية وتحت كده في مجموعة من رجال الأمن فيهم واحد عرفني عرفني لأنه كان شغال معايا في وزارة السخافة آه ساتي قصة محمد قلتون انت هنا بتعمل ايه قال لي انا باشتغلت هنا سيكوريتي قلتوا الله مبلوك بقي المكان ده بتاع ايه قال لي ده بتاع السيد محمد الأمين قلت له أنهي دوري يعني قال لي لا كل العمارة قلت له محمد الأمين أخذ كل العمارة دي قال لي آه قلتوني ده أنا داخل هنا عندي معاد مع الأستاذ مؤتز باللعب فتاح قال لي آه ده في الدور السابع أو السادس حاجة زي كده يعني طيب شكرا شكرا أنا طالع بقى مفيش أسانسير لسه بيركبه الأسانسيرات فطلعته دور دور كل دور قسما بالله والله على ما أقوله شهيد كل دور بيتفور بالكامل ويفرش بالكامل إزاز وحواجز إزازي الزجاجية وكراسي زي كده وديسكات وكمبيوترات كل دور فطلعت الحد ما أستاذ بالله فتاح أبيلت وقعدنا مع بعض والحمد لله كان دي اللقاء الأخير يعني مش عارفكم تبقابلوا ليه يعني كان فيه حاجة أكيد يعني هو كان فيه معاد بينه وبينه يعني وبعدين قلت له إيه المكان ده قال لي ده أستاذ محمد الأمين هيعمل هنا مركز أبحاث استراتيجية على غرار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية اللي عملوا هي كان قلت له مين اللي هيبسكه قال لي أنا قلت له ما شاء الله والله يا دكتور معتز والله وعندكم باحثين قال جايبين باحثين وبعدين قلت له ده لسه فيه أدوار فوق قال لي آه آه تعالي أوريك دخلت اتفرجت على أدوار كاملة بتتفرش من الزيرو من الزيرو حواجز زجاجية كده ومكاتب وكراسي وكمبيوترات ومعادثين باعملين يفرشوا زي محمد اللي معنا ده عمال باقي وصل التوصيلات فوق وايه بالهابل نزلت تحت على رجلي واين قلت لصديقي أو زميلي بتاع السكورتي ومحمد الأمين جيب الحاجات دي منين قال لي ربنا يديك زيه احنا ماناش ده عوز محمد ما نسألش على الحاجات دي ربك بيرزق عرفت بعد كده ان هو ربنا رزقه فعلا بس عن طليل إمارات النهار ده بقى اتوفى رجل الأعمال محمد الأمين سبحان الله في الوقت ده كانت الناس بتجري تقبل آياد محمد الأمين لدرجة ان بنت محمد الأمين في الوقت ده سفخت الزابط بالألم في المطار والزابط قرر ان نرفع عضية فتدخل الأستاذ خير رمضان عشان يصالح ما بين الزابط وبنت محمد الأمين لأن محمد الأمين كان معات نين صحفيين ده يريله في كل حد مجد الجلاد وخير رمضان ولأن الفلوس ما كانش لها صاحب جاي من الإمارات بقى في شنط أيام حكم الرئيس مرسي والفلوس كان بتقطع بتمنح كده بالهبل فقرروا يعملوا بقى ايه تلفزيونات عملوا بقى عبلها عمل السي بي سي وعمل جريدة مجد الجلاد في الوقت ده كنت أنا شغال على مشروع ترميم ما تبقى من تراث سيدنا ومولانا الإمام رضي الله عنه محمد رفعت لأن تراث محمد رفعت اللي كمله الشيخ شعيشع تقريباً أبو العنين شعيشع تقريباً إيه أنا أو الشيخ الشعشعي كمله لأنه كان في حاجات بايزة في الشرايط هو كملها بصوته كان محتاج المشروع ده سبعة مليون جنيه اتوسط مجد الجلاد قدامي لمحمد الأمين عشان يرمم ما تبقى من تراث مولانا الشيخ محمد رفعت واتحمس جداً حفينة الشيخ رفعت كنت أنا بعمل معها المشروع وفجأة الست جات قلت لي محمد الأمين رفعيني من الموضوع ماشي النهاردة توفى محمد الأمين الناس قالت فلوسه جاية إنه بيصدر كيه بدبط والله بكلمة جداً أنا مبهزرش معك يعني وناس قالت فلوسه جاية إنه بيصدر أعداد تولد لكن الحقيقة إن الراجل ده كانت الأموال جاهلة من الإمارات كده لضرب الثورة المصرية وفترة حكم محمد المرسي وكان من ضمن شلته بقى مجد الجلاد وخير رمضان والجدع الشيخ الطري ده اسمه ايه الحبيب الجافري الحبيب علي الجافري كانت شل له كده ماشيين مع بعض يعني ايه كوكبة النهاردة توفى رجل أعمال محمد الأمين في السجن أنا بحكي عن حاجات لما سمعت خبره النهاردة قلت هذا معنى دعاء اللهم احسن ختمنا توفى في السجن متأثر بمرض السرطان الرجل الذي أسس قنوات سي بي سي كلها كلها والتي لعبت دورا عظيم في تشويه صورة يناير ودور أعظم في الانقلاب رغم كل الخدمات دي لم تشفع له الأدوار دي فاتمسك وكان يغضي عقوبة ثلاث سنين سجن بسبب اتهامه في قضية هاتك عرض فتيات في دار الأيتام جابوا له قضية أنه هو عمل دار أيتام في منسويف ويروح يقعد فيها وتحرش ببعض الفتيات هناك وتسجيلات وكلام فارغ الله أعلم به يعني الله أعلم صحة ولا أعلى فكرة يعني حتى هذه اللحظة أنا لا أقطع بصحة هذه الاتهامات لأن أنا لا أسق في القضاء المصري ولا أسق في الإعلام المصري خالص لكن هما لابسوا القضية كده وتحكم عليه بتلاث سنين سنين إنما الحقيقة أن قضية محمد الأمين كانت غريبة شوية غريبة شويتين غريبة تلاث شويات كان فيها تناقضات كتيرة جدا وروايات متدخلة ومختلفة وكان في ناس اتهمت أن الدولة هي اللي تخلصت من محمد الأمين خاصة أن الحكومة هي اللي منحته أصلا ترخيص استثنائي عشان يعمل دار أي تان زي ما الخبر ده بيقول في ألفين واثنين أوه هات الخبر يا عالي الله يخليك هات الخبر أهو في ألفين واثنين أوه رغم وقف الترخيص من أربعة عشر التضامن طلبت من الأمين تأسيس دار للفتيات وأعطتهم أقرا قبل عامين وده رجل أعمال مش زي منصور مثلا مع محمد منصور ده حاجة جمعي مش زي المغربي ده رجال أعمال شغالين من زمان محمد منصور أو بل أمالتك اتبرع بستمائة ألف باوند سترليني لحزب المحافظين وأصبح النهار ده أمين صندوقه يعني فماشاء الله عليه يعني أنا يعني والمغربي ومنصور والحاجات دي إنما محمد الأمين ده نطف فجأة بعد ثورة يناير وعمل مجموعة قنوات وقال لك ده محمد الأمين إيه عمى محمد الأمين ده ده بيتجر في إيه ده ده بيعمل في الآخر الدوله بقى توارى بعد ما السيسي ظهر على الصورة توارى هذا الرجل وعمل الدار دي هذه الصورة تم تدولها الحقيقة لوسيقة قرار من وزير التضام والنفين الأباج تمنح فيه قرار استثنائي لمحمد الأمين بموزاولة دار إيواء الأمين أو الأيد الأمينة الوسيقة قدامك وشكرت فيه على فكرة بص أنا عشان بس أقولك موقفي أنا لا بدافع عن محمد الأمين ولا بتقى محمد الأمين لكن في بلد زي مصر في إعلام زي مصر في قضاء زي مصر لا تسق في حاجة خالص وخدها مني درس اللي يقولك في لنبي يقول كذا ونشر عنه قوله لا استنى شوية مين اللي نشر؟ الودة رامي ردوار نشر عنه إنه قال لابد من تقنين الدعارة عشان البلد تجيب عملة صعبة تخيل ونشروا كده عنه أما الشاب طلع وقال أنا بريء من الكلام ده وما قلتوش أصلا الحركة دي بقى حصلت معي أنا في بطولة الدوحة اتنشر عنه إن أنا كانت الدخل لإسلام 6700 واحد الغريبة إنه لقيت ناس بتتدولها منهم خالد منصوء خالد منتصر اللي حصل معي حصل مع رامي ردوان بالظبط إنه رامي ردوان بيقول إنه يا جماعة لابد من تقنين الدعارة حتى أنا استطيع ندخل عملة أجنبية طلع الشاب رامي ردوان قال ما حصلش كلا إنا مقلتوش ويا جماعة راعوا شوية فأنا عشان كده بقولك أي حاجة يقولها الإعلام المصري لا تنسق فيها ولا تكذبها سيبها كده لحد ما ليزبط فأنا ما بدفعش عن محمد الأمين ولا بقول إنه بريء من التعم دي لكن أنا واش سؤال النظام كان ساكت عليه ليه ساكت عليه فجأة ليه ساكت عليه كل ده وفجأة قرر يتخلص منه ويفضحه وهاتك عرض بقى ومسك البنت مش عارف منين وحط البنت إزاي وقعد على حجره وتسجيلات إيه اللي حصل من محمد الأمين عشان تعمله فيه كده ده بعد المواقع نقلت عن مصادر إن الموضوع متعلق بعلاقاته واتصالاته بمسؤولين في الإمارات آه مصادر تكشف سحق رجل الأعمال المصري محمد أمين بسبب يعني علاقاته مع شخصيات في الإمارات أقول لك إيه وعيد لك إيه المهم يعني قبل ما أقوم أخذ فاصل وارجع لك الأهلي أحسن وفعل خير بشط ببراهيم عيسى من عدوية الأهلي هو هناء حمزة طيب هناء حمزة عشان قالت بنتي ومضت مع الزمالك وعملت حرجا لكن هو براهيم عيسى تشتبولي ماشي حاجب الأهلي يا جماعة باشي بالراحة أنا مش بدفع عن براهيم عيسى أنا بدفع عن مبدأ وكل واحد ماسك سلطة آه يطرد واحد من جنة ويدخل واحد الجنة نادي مشكلة قفة مصر والله ما دفع عن براهيم عيسى وأنا أهلاوي عشان ما حاجز يزود علي إنما هو أنت عشان أنت عامل مجلس إدارة فمن حقك ترفيدني وتفصلني ومن حقك تدخل واحد يهاجم الأهلي براهيم عيسى الأهلي أكبر من براهيم عيسى وأكبر من الخطيب وأكبر من كل الخالق دي ما يهاجم الأهلي إيه القضية يعني قال عليه إيه إنه حزب مثلا الحكومة نادي الحكومة أوكي قال عليه إيه بياخد كل البطولات زوره وزوره خلاص إرفعه عليه قضية ولما ياخد حكم مرفدوه إنما مجلس إدارة الأهلي يروح يجتمع كده ويعمل بقى ربطية وقاعدين عشان يفصلوا يشتبوا براهيم عيسى أنا أرفض هذا التصرف والله يحاوكتونا ندافع عن براهيم عيسى بقى أنا جي الزمن أدافع عن براهيم عيسى بقى لي من 2011 بهاجم فيه يجي الزمن أدافع عنه أنا بدفعش أنا بريم عيسى أنا بدفع على كل من يمتلك سلطة إنه يقرر بمزاجه إنه يفصل ده ويدخل ده ميتا كلام فارغ أنت قال على الأهلي إيه؟ قال الأهلي نازي مثلا يعني قال الأهلي بياخد بطولات بالزور ارفع عليه قضية ولما تاخد عليه حكم اشتبه إنما راجل ما انتاش عليك ليك عليه حكم وبيقول الأهلي وحش الأهلي ده كخة الأهلي ده مش عارف إيه بلطن أوكي ما يقول يا جماعة ما تتعودوا على الديمقراطية شوية ما تجربوا يا كابتن محمود تبقى ديمقراطي سنة إيه القضية ولا كله هسك سك الزمالك يقعدوا حوالين مرتبط منصور يهزوا في رأسه والأهلي عشان إبراهيم إيسى الناكرة ده قال كلمتين نفصله ليه تبقى الدولة بصدار كده تبقى ده ما ده اللي احنا زعليه منه يا علي دلوقتي أنا الوقت سيف ده ما يعجبنيش كلمة قالها وبيقعد يقول عني كلام فنفصله من الاستوديو كل اللي ماسك حتة قد كده شغال فيها ديكتاتور تبقى بعد إيه لأ أنا رأيي ماذا قال إبراهيم إيسى عن الأهلي اللي قاله لو يخضع للقضاء ارفع لي قضية وبعد ما ترفع لي قضية ووقت حكم قل المعلم انت ووقت حكم القضائي مع السلامة بقى إنما يكتمع مجلس القضائرة الأهلي عشر برمشة بعبع بكلمتين حتى لو الجماعة العمومية ما في حاجة يسمعها ديكتورتي الأغلبية برضا الفكرة علي حتى لو الجماعة العمومية يا جماعة أنا أهلاوي محدش يزيد علي ومش عاجبني أفشة أنا أهلاوي ومش عاجبني أفشة واتمنى يرحل خلاص نتفق كده على طول يعني إنما إن أنا أبعد نادي ودفع اشتراك وتنطبق علي كل المواصفات فيه شو تشبيه وحالة اجتماعية وكل حاجة وفجأة عشان كتبت كلمتين على الأهلي أتفاجئ بأن الجماعة العمومية أو مجلس القضائرة الأهلي صدق على إن أنا أتفصل عدويتي ليه عشانك عشان أنا هاجمت مجلس القضائرة الأهلي أو عشان هاجمت ماتشات الأهلي مدربين الأهلي هو الأهلي مقدس يعني وبالمناسبة أنا أهلاوي ما بحبش أفشة ها يطلع بقى ناس تشتمني والمصحف ما عاجبني أفشة من أو ما جاه من بعد الضربة القضية ممكن خلص أفشة بالنسبة لي بالراحة شوية مش كل ناس مسكة منصب أو مكان تتصرف فيه كما لو كان الأمر بإيدها أرجوكم الأهلي أكبر من إبراهيم عيسى وأكبر من أي حد يشتمه وأكبر من السيسي وأكبر من الحكومة وأكبر من أي حد الأهلي 1907 الأهلي نادي القرن يا عمي إيه يا عمي إيه الأهلي اللي بيدخدش حيائقه بكم كلمة قالها عبراهيم نافخه موسيقى